اليوم رح نحكي عن خمس شغلات أساسية لازم تكون بخزانة كلبنت وعن الطرق المختلفة اللي منقدر نلبسهم فيها أول قطعة أساسية رح نحكي عنها وكتير حكينا عنها بحلقات ماضية هي البليزر كتير مهم إنه يكون عندنا بليزر اللي في التبعها مريح وإحنا منرتاح بس نلبسها يعني الكتاف على الكتاف طول الكمام يكون مناسب ما يكون كتير طويل أو قصير طول البليزر نفسها كيف تيجي على الجسم لأنه البليزر كتير تنلبس بطرق مختلفة يعني منقدر نلبسها مثلاً بالصبح عجينز على بلوزة بيضة منقدر نلبسها بالمكتب أكيد بالشغل بتكون فورمل منقدر نلبسها على فستان مثلاً للركبة كتير كمام تطلع حلوة فالطرق اللي منقدر نلبس فيها البليزر عن جد مش محدودة عشان هيك لازم يكون عنا بليزر يكون مرتاحين بلبسها ويكون لونها كمان يفضل إنه حيادي عشان تلبق مع أكتر عدد من الأواعي اللي عنا بالخزانة تاني قطعة أساسية رح نحكي عنها هي كمان قطعة أغلب الناس ممكن يفكروا إنها بس تنلبس بطريقة رسمية وهي البنطلون لإماش أو البنطلون الرسمي البنطلون بنلبس بأكتر من طريقة المهم كمان زي ما حكينا للبليزر يكون الفتعته منيحة فالخصر بيجي علينا منيح طوله منيح عشان بفرق بالذات لما يكون البنطلون إماش منقدر نلبسه على الشغل أكيد مع بليزر منقدر نلبسه مع عميس مع إشي رسمي نفس الوقت كمان إذا منحطه مثلا مع جاكيت جينز مع بلوزة بيضة مع بوت كمان نلبسه كتير بزبط إنه نلبسه بكل يوم وبالصبح فهاي قطعة كتير أساسية لأنها بتنلبس كاجويل وكمان تنلبس بطريقة رسمية ثالث قطعة أساسية رح نحكي عنها وهي أظن موجودة أوردي بخزانة كل حدا وهي جاكيت الجينز هلا لما تيجي لجاكيت الجينز في عنا خيارات ما بتمتهي في عنا أصير في عنا بيجي على الجسم أكتر في عنا واسع أنا بفضل يكون الإشي واسع جاكيت الجينز ليش مهم لأنه ما في حدود للأشياء اللي بين لبس معها فممكن ألبسه مثلا مع تنورة وبلوزة بيضة بيكون كتير كتير حلو وممكن ألبسه مع نفس البنطلون الرسمي اللي هلأ حكينا عنه برضو كمان مع بلوزة بيضة وبلوزة بيضة كمان من الأساسيات اللي هلأ رح نحكي عنها كمان شوي فالطرق اللي بنقدر لبس فيها جاكيت الجينز ما بتنتهي بس المهم إنه نكون إحنا مرتاحين بالشيد تبع الجينز في عنا غامق في عنا فاتح شوفوا اش ترتاحوا فيه أكتر إشي وشوفوا الفت اللي بترتاحوا فيها أكتر إشي فلو بتحبوا إشي يكون شوي واسع بتقدروا تجيبوا كمان من المنسكشن من جهة قسم الرجال أنا كتير بشتري منه أشياء وكمان بتقدروا تجيبوا اللي بكون شوي على الجسم أكتر التنين حلوين بس بيرجع لخياركم الشخصي رابع إطعاءة أساسية رح نحكي عنها وأكيد هي كمان موجودة عند كل حدا هي الأميس الأبيض قد ما نشتري أمصان بيض المهم إنه تكون زي ما حكينا دايما الفت تعته زابطة يعني أنا مثلا عندي أكتر من عشر أمصان بيض بس بصافي عم بلبس منهم واحد أو تنين ليش لأنه واحد أو تنين هم اللي عم برتاح فيهم الفتاعتهم منيحة مش شفافين دائما هاد الإشي لازم ننتبهله لما عم نشتري أميس أبيض أو أي شيء أبيض إنه ما يكون شفاف عشان يكون أريح لللبس هلأ الطرق اللي منقدر كمان نلبس فيها هذا الأميس ما لها حدود نقدر نلبسها على الشغل تكون فورمل أكتر مع بمطلون فورمل منقدر نلبسها زي ما حكينا مع جاكيت الجينز عائشي تاني ممكن نحط عليها تنورة ممكن نحط عليها بمطلون جينز ممكن نفس الأميس كمان نلبس عليه البنطلون الرمادي فزي ما عم تشوفوا هدول الأساسيات عم نيق عم ينلبسوا مع بعض وعم ينلبسوا بطرق كتيرة ومش بس طريقة واحدة فأهم إشي تتذكروا لما عم تجيبوا أميس أبيض إنه الفتاعته تكون زابطة وإنه القماش كمان ما يكون بخايل آخر قطعة أو وطعتين أساسيات رح نحكي عنهم رح يكونوا أكتر عجهة الإكسسوارات وهم الهيلز هون عندي تنين هيلز بالألوان الأساسية اللي هي البيج أو نود وكمان اللون الأسود وزي كل الإطاع الأساسية اللي حكينا عنها هلأ قبل شوي كمان هدول الهيلز بنلبسوا بكتير طرق منقدر نلبسهم بالصبح مع جينز مع أميس أبيض زي اللي هلأ شفناه منقدر نلبسهم كمان أكيد على الشغل وكمان إشي كتير مهم نخلي براسنا وإحنا عم نختار الهيلز إنه يكون شكله كمان على الإجر كتير حلو عشان هيك أنا الثنين اللي اخترتهم اليوم شوي بوينتي من قدام هذا الإشي بنحف الإجر وكمان بعطي طول وجمالية للحدة اللي لابسهم قد ما اختلفت الأزواء القطع اللي شفناها اليوم بتناسب كل حدا عشان هيك هي قطع أساسية لازم تكون بخزانة كل بنت موسيقى